موسيقى حاول الصيد التقليدي وحاول مشاكل الدولة التعطير سوف أصلكم في مستقبل جميع مبطايات التي تتعلمين خلال المصادق على محضر الدورة السابقة كامبولا وكامبولا دائما وزارة منطقة الشمال لدي محاولة لا يوجد مشاكل لدي محاولة لا يوجد مشاكل لدي رئيس الغرفة لا يوجد مشاكل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين كما تبعته اليوم كان الدورة الرابعة العادية لغرفة الصيد البحري المتوسطية وفي هذه الدورة أتممنا العمل لدينا في إطار ما يفرض علينا القانون 47 سيد المنظم لغرف الصيد البحري المتوسطية وفي هذه الدورة تم المصادقة بالإجماع كما لاحظتم على محضر الدورة السابقة ثم على مشروع الميزانية وكذلك على برنامج الغرفة الشمال كان جدا مطول لأنه كان واحد مجموعة تدخلات الإخوان واللي استغلوا الوجود دي السيدة الكاتبة العامة والسيدة المدير دي الصيد البحري اللي يحضروا بها هذه الشماعة مباشرة واللي يجعل من هذه الشماعة أنه يتحول إلى أرضية دي المناقشة مباشرة ما بين وزارة الصيد البحري وما بين أعضاء دي الغرفة المتوسطية وطرحة واحد مجموعة دي الإشكاليات واحد مجموعة دي المشاكل اللي كنعيشوها يوميا ومنها ماذا هي ذات خصوصية بالمنطقة المتوسطية طبيعة الحال لأنتم تبعته على أنه أطور سواء الكاتبة العامة ولا السيد المدير ما فاته إلا أن بقوا معنا لمدة طويلة دي الشماع إلا أن تهينا الشماع كانت الأجوبة دي لهم بناءها هناك مجموعة دي الطلبات واللي هي في الحقيقة كتشرف قطع الصيد البحري هناك الإخوان دي العرائش اللي يقول له كيخموا في خلق منطقة عازلة للصيد للحفاظ على ذيك المصيد الطاريخي دي العرائش يبدو كيقترحوا على أن المصيد الغنباري واللي هو دي الكروفيت على أنه القانون كي حتى بنهم يصادوا داخل ثلاثة المئة وما بغين ينتقلوا ثلاثة المئة وهذا يعني مبادرة وحلو قتال الحواتين ما كانوش كي أمنو احتبا ما يمشوش للبحر لما يقول له كي أمنو وكيفكروا بوحد طريقة أن هذه الثروة اللي كي نفذ المتاقة خص المحافظة عليها ليس لهم فقط بوحدتهم ولكن للأجياء هناك واحد مجموعة دي الإشكالية تتعلق بالكوطة دي التونية الكبيرة العابرة واللي هناك حوار مستمر هذا إشكال نتروح على الصعيد الدولي بحق أن المغرب هو القوة الثانية وهي الكوطة الثانية بعد سوق أوروبيا المشتركة ولكن مع ذلك لم تعود كافية لذلك الكوطة وبالتالي كي طلبوا موزر الوصية أنها تدير مجهود جبار لدى اللجنة العلمية اللجنة العلمية بطبيعة الحالكة تنتهى الواحد وخمسين دولة ليس بالهين وليس بالسهل ولكن ليس بالمستحل أن الأطور دينا تدافع أكثر باش لربما في المستقبل نحاولو نحصلو على على كوطة أكثر تم مناقشة المشكلة دي البوراسي اللي هو معروف الشمال واللي تم تتغيير دي الحجم ديهم 14 إلى 33 سنطيم إطار قانون سوف يخرجو مبدئياً إخوان بدوكة المراحة بيولوجية ديال الصيد ديال هاد بوراسي واللي هو لادوراد روز ما بين 15 جون في إلى 15 مارس وهذا نقاش سوف يفتح في القارب مع موزر الوصية هناك النقطة ديال المحميات في منطقة الجبهة واللي هناك دراسة اللي كانت تعقد واحد الشمع مؤخرا ما بين للراش ما بين يؤسس العلمية والمهنية في المنطقة ديال الجبهة واللي خرجوا واحد مجموعة خلاصات لربما مراجعة الموقع ديال ديال المحميات اللي يتماشى مع التغيرات لأنك تعرفوا بسألة ديال الصيد بسألة قرة الأسماك متحركة والبحر أبيض المتوسط هو كي يقولوا 60 مير برطاج يعني بحر مشترك مجموعة ديال الدول وحكم التيارات البحرية فممكننا نجحه في سياسة ديال الرجوع بالبحر أبيض المتوسط إلى الإنتاجية دياله اللي كانت قبل إلا بسياسة مندمجة ومتفق عليها من طرف جميع الدول المطلة خاصة أنه طيارة البحرية هي من الشمال إلى الجنوب وهي دائرية وبالتالي تجعل على أنه هذا التشارك في المياه وبالتالي تستشارك تفسيصات الحفاظ على الثروات السماكية هناك مشكلين كبيرين واللي هو اللي هو اللي هو اللي هو النغرو مع كامل أسف وهناك المشكلة ديال التون اللي تزايد وحش شكل خاطير بحب ينتوسط اللي هو اللي كيهدد توازن الديمغرافي ديال أسماك السطحية الصغيرة هذا إشكال ما يمكن لنشيط حلال الصعيد الوطني بعد أنه كيف يوجد مجموعة ديال المزايدات خاصة نحن داخلين على سنة انتخابية فكيف يقول الدرب تحت الحزام ووحل مجموعة ديال طرق ديال الكلام ووحل مجموعة ديال الخطابات لما علاقة لها بالموضوعية أنتم لحظوا أننا كان نقشو مسائل في إطار علمي في تواجد للنراج في تواجد وزارة الصيل البحري وإحنا اختصاصيين في هذا المجل وإحنا الناس الذين يدخلو هما ذوي الاختصاص هذا زيد جيد زيد على ذلك الاتفاقية الأخيرة واللي وقعت ما بين جامعة عبد الملك السعدي واللي بحضور الصيل الوزير تبدأ على أنه تكون هناك شاركة لإيجاد ومزموعة ديال الدراسة اللي هي نظرية اللي فيما بعد ربما ديال الدراسة نظرية يمكن تحويل دياله إلى المؤسسة العلمية واللي هي للرش لكي تصبح نوع ديال الأرضية باش للرش يتساعد في إدارة الدراسة دياله الموضوعية واللي هي مباشرة مع الأسمك كان نظن أنه كان شيء معجد مثمر كان هناك حوار شفاف التواجد ديال وزارة الصيل البحري في شخص سيدة الكاتبة العم والمدير وهذا النقاش المباشر والصريح ما بين المهنيين وما بين الإدارة الوصية في التفاصيل وفي المواضع الدقيقة يجعل على أنه في علان الغرفة المتوسطية يمكن تفتخر وتقول أنها وصلت مع المستوى وهو جد عالي وعالي جدا وهذا الفط يرجع بطبيعة الحال على العمل الجماعي التي تمنت الغرفة ثم لحظ يوم شاهدة الوزارة الوصية أنه اليوم الغرفة الوحيدة التي احترمت في إطار جائحة كورونا العمل واحترام للقانون الأساسي في دولة الجمع الكاملة وبتواصل مصدق عليها موقع عن طرف الأعضار في إطار احترام القانون الأساسي وجود الأغلبية المطلقة لمرور الشماعات في أحسن احترام للقانون 44 المؤثر الغرف الصي البحري وهذا ما يزيد من كنزنا إلا أن نفتخر بهذا العمل الذي قام به المكتب المسير خلال هذه السنوات التسعة التي احتضنت رئاسة الغرفة و23 سنة بطبيعة الحال لنحن نشغله كفارق داخل هذه المؤسسة دستورية اليوم لم نصدق الحقيقة صدقنا على اقتناء المقر في دورات سابق في الأول كنا كخمم لكن تبين بالملموس أنه الحاجة اليوم أننا نتقل بسرعة لأن لا يخص إعادة الهيكال وإصلاح فبالتالي الموظفين دينا يقاش يعيشوا في آمان وإحنا عنا اتفاقية مع الجيهة ومع الجامعة دي المدينة واللي كانوا قاع لها مصادقة بالإجمع في إطار غلاف مالي من طرف الجيهة دي الخمسة المليون درهم اللي توصلنا به بثلاثة المليون ونص لحد الآن ومن الجامعة المحلية دي سبعان مليون درهم اللي تم المصادقة عليه في إطار المجلس السابق هذا المجلس هذا ما توصلنا من عنده تبشي يعني بتأشي دعم كنا كاتبنا السيد الرئيس المجلس وجاوبنا أن هناك ديق مالي نتفهمنا الموضوع ولكن اتفاقية كتفق قائمة الدات حك أننا نقع فيها تصويت من ناحية القانونية كتفق قائمة الدات تالي التفكير دينا اليوم هو أننا ننتقل المقر الجديد اللي اللجنة وفقت عليه على صعيد الولاية بشيء النقص ناقص ديالو وتحويل هذا المقر القديم بعد الإصلاح ديالو بطبيعة الحال إلى ملحقة بشيء نحترم دفتر التحملات ديال الملحقة ديال تكوين اللي كنا وقعناه ما بين جهة والمجلس ديال المدينة تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد